أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدمة للحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية وضف البنك المركزي أن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادية وانضمت له مصر عام 2016 واشدد البنك المركزي المصري على أن مشروع القانون المشارع إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها